عشان نعمل الرابر أو الورقة بتاعة الكبكيك لما ما يكونش عندنا منها في البيت ونعملها بكل سهولة كل اللي حنحتاج له ورقة زبدة ومقص هناخد ورقة الزبدة على شكل مربع ونقصها من ناحيتين فقط ونسيب الحتة اللي في النص دي على قد القاعدة بتاعة الكبكيك بصوا هنعمل ايه؟ ناخدها منحطها كده هنا 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 مجرد ما نضغط لتحت كده الورق هيلف على بعضه بالشكل ده ويبقى عندنا الرابر دي نضغط الجناب كويس وناخد اي خليط كيك احنا عايزينه انا فاكرة عملنا فيها بالتوت واللمون قبل كده دلوقتي هنا منقوم ماخدين خليط الكبكيك واحسن طريقة شايفين دي سكوبر الايس كريم او الكوكيز احسن طريقة تقدروا تعملوا فيها السكوبر ده وبكده تدخل الفرن بالشكل ده تستوي وتطلع بالشكل الراستيك الحلو التقليدي ده من غير ما نشتري ورق الكبكيك او اوالب الكبكيك الورقية عايزين واحدة كمان؟ حاضر يا كنترول هناخد الورقة بعد ما نقصها من اليمين والشمال نضغطها كده لتحت ناخد الورق كده على الجناب الشكل ده نسبته كويس دي كانت صغيرة عم نعمل واحدة تانية اكبر هنضغط كده بصوا لما منضغط الورقتين دول قاعدين اهم بدموا على بعض شايفين؟ بالشكل ده وبعدين كده احنا عملنا في البيت النهارده ورق الكبكيك السهل اللي اصلا احلى في التصوير واحلى في التقديم تقول طبعا نفس الحرارة بس هياخد وقت قل لانه هم حجمهم اصغر فحتستوي بوقت اسرع عشان كده افصلوا الافران تيجوا نعمل مع بعض